في كنيسة سيدة الانتقال بالصلط احتفلت رهبنية الوردية المقدسة في المملكة بعيد القديسة ماريو ألفونسين وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه النائب البطرياركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين من أبناء المدينة وخارجها المزيد عن هذا الاحتفال في سياق التقرير التالي في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماريو ألفونسين ترأس النائب البطرياركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة انتقال السيدة العدراء للاتين في الصلط وشارك في القداس كاهن الرعية الأب برياض حجازين وعدد من الأباء الكهنة والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية ورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والنائب العام لرهبنية الوردية الأخت مادلين دبابنة وعدد من راهبات الوردية والأخويات المريمية وجمع من مواطني مدينة الصلط وخارجها فيما أحيت ترانيم القداس جوقة مدرسة راهبات الوردية في شميساني بإدارة الأخت لوريت زوايدة في بداية القداس ألقى الأب برياض حجازين كلمة رحب فيها بالمشاركين في الاحتفال وقال من الصلط انطلقت البطريقية اللاتينية لتأسيس رعاياها ومنها انطلقت الوردية لبقية رعايا ومدن الأردن مقدما الشكر للدكتورة باسم السمعان على ما قامت به من جهد إيماني لتأسيس مزاري الفنسين في الكنيسة على نفقة عائلتها الخاصة في هذا المكان المقدس على ثرى الأردن الطهور وفي عيضة القداس قال الأب جمال خضر عندما نتأمل في القديسة الفنسين ندرك أن لها مكانة خاصة بين عموم المؤمنين إذ أن حياتها مليئة بالفضائل والنعم وأضاف ومن هنا علينا أن نرفع الصلاة إلى الأم الفنسين طالبين شفاعتها لنا ولعائلاتنا ولبلادنا ولرحبنية الوردية المقدسة الأم ماري الفنسين هي حياة الخفية حياة الصلاة وعلاقتها مع العذراء دون إعلان وكان هذا هو طلب الكنيسة منها فاتخيلوا كل هذه الظهورات العظيمة لمريم العذراء لها وهذه الرسالة التي أعطتها إياها بقيت صامتة ولم تتحدث عنها عاشت هذه العلاقة مع مريم العذراء دون إعلان كما تريد الكنيسة وهي ثمرة نحتاجها اليوم خاصة عندما نتحدث أمام كاميرات وأمام وسائل إعلام وتواصل اجتماعي بحاجة أن نركز أن حياتنا الحقيقية حياتنا الروحية تتم في الخفاء العالم يقيس إنجازاتنا الخارجية ولكن الله ينظر إلى القلب ماري الفنسين علمتنا أن الحياة الروحية الحقيقية تتم في صلاة الخفاء كانت تغضي الوقت في الكنيسة لوحدها كانت تصلي دائما في الكنيسة أو في كنيسة المهد لما كانت في بيت لحم كان لها محبة خاصة لهذه الكنيسة فتعلمنا أن العمل ليس ما ننشره ما يعرفه الناس عننا وما يشاهدونه ولكن يشبه كما قال لنا السيد المسيح ملكوت الله الذي يشبه الزرع نزرع في الأرض في الليل في النهار دون أن نراقبه ينمو شيئا فشيئا في الخفية ينمو في الليل دون أن يلاحظه أحد كم نحتاج إلى التأمل في صلاة الأم ماري الفنسين وحدها بعيدة عن الكاميرات بعيدة عن الناس هكذا بنت هذه الروحانية وهكذا أثمرت ثمرا لا يزال أثره إلى اليوم وقبل ختام القداس قدمت الأخت مادلين دبابن الشكر للأب جمال خضر والأب رياض حجازين والحضور الكرام على مشاركتهم باحتفال عيد الطباوية ماري التي اختارتها السيدة العذراء لتؤسس أول رحبانية عربية في مدينة القدس يسرني باسم الرحبانية الوردية رئيسة عامة ومجلسا استشاريا وراهبات أن أتقدم إلى قدس الأب جمال خضر النائب البطرياركي العام في الأردن بأوفى مشاعر الشكر على تلطفه بترأسي هذا الاحتفال البهيج ليصلي معنا ومن أجلنا كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى قدس الأب رياض حجازين على استقباله لنا في رعية الصلط مقدرين له محبته واهتمامه وللشدياق أنطون ولخدام الهيكل على حضورهم وخدمتهم متمنية لهم التوفيق في رسالتهم شكرا من القلب لللجنة الروحية في الأردن التي قامت بترتيب وتنظيم هذا القداس الاحتفالي وللكرال وللكشافة ولرعية الصلط وبهذه المناسبة نستذكر القديسة الفنسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي استمرت في الصلط لمدة سنتين حيث قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وقد جاء احتفال هذا العام تخليدا لما قدمته الأماري من خدمة للمدينة وكنيستها تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء ويذكر أن مؤسسة رهبانة الوردية الفنسين اعلنت قديسة في السابع عشر من شهر أيار عام 2015 على يد قداسة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان اشتركوا في القناة